اشتركوا في القناة نضوع كثير قصص خلال الشهر الفضيل مرات من خلال المرضى والمعاينات اللي بيقول عنا والأعراض هذا اللي كنت قصدي قوله انطلاءا من رمضان وصوم رمضان بظروف درجة حرارة مرتفعة امتناء عن الطعام وتحديدا عن المياه والسوائل شو بتأثر على الإنسان على الشباب والصبايا تحديدا من التهابات بولية طبعا نحن من خلال المرضى اللي بيراجعونا واللي بيكون لنا تجربة معهم وبيعانوا من ستون والكيدني ستون حصيات بولية او يو تي اي او ريكا تي تي اي التهابات بولية متكررة في منهم بيكون في عندهم نتيجة التجربة والأوجاع اللي بيعشوها بيحبوا يعملوا شكاب على حالهم خاصة بفترة الصيام لأنه اكيد موضوع الكلية على فينا سمية شفاف بالكلية يعني نقص طيار السوائل بالكلية بيخلي هالرواسيب اللي تكون وجودي عند المريض واللي على تلكمات من خلال طبيعة أكلنا شربنا خاصة بموضوع الكافيين مثل القهوة مشروبات غزية مشروبات الطاقة عندك مرضى اللي بيراجعونا كمان بيكونوا اخدين كورسات بروتين اللي بيروح على النادي الرياضي حقيقة هدى بشكله كتير كيدنيستون مع أكيد خلال فترة شهر رمضان على قلة شرب السوائل خاصة المي يعني بيأدي إلى بيعطي فرصة لتشكيل نويوتا على ستون وطرقهمات اللي حتى تعطي أعراض ضنورية طيب دكتور جباوي يعني الأشخاص اللي عندهم هيدا المشكل بتتأزم حالتهم أكتر برمضان بس ممكن الصوم الثلاثينة لشهر رمضان المبارك لأشخاص عاديين بفعل نقص شرب المياه والسوائل يتكون عندهم نوع من هالالتهابات يعني هنما كانوا أبدا يعني مصابين بهذه الالتهابات هلأ هذا الشيء أكيد بدك تعتبره بيكون فيه ثقافي عند المريض معينة أنه لازم الإكثار من شرب السوائل خاصة بفترة بعض الإفطار لحد الإمساك ولكن أكيد ممكن الواحد معرض طبعا أكيد فيه عوامل تاني كتير مساعدة بتكون عنده إياه يمكن المريض خاصة إذا كان مريض سكري لنقص المناع اللي عنده طبعا فيه مرضى أكيد موضوع السكري لنحكي عن موضوع السيام نحكي نحن بموضوع التهابات البولية عند مريض سكري مثلا أو مثل ما حكينا من شوية عن طبيعة الأكل أو الشرب فنحن نوصي أكيد بإكثار الشرب السوائل عنده الكل سواء أن كان حدا عنده عوامل خطورة أو عدم وجود عوامل خطورة خلينا نشوف المشاهدين إذا عندهم أي سؤال حول هذا الموضوع وخاصة الأشخاص اللي عندهم حالات التهاب بالبول بيقدروا يحكونا على 01491703 يعني صيام رمضان إذا كان عندهم هذه المشكلة ممكن يتفاقم ممكن إذا عرفوا رجلجوا أخذوا الكمية اللازمة بين فترة الإفطار وفترة الإمساك يمكن بجنبوا حالهم المشاكل هل في من مشاكله طبعا هل بدنا نحكي عنه في من مشاكل الالتهبات البولية بطريقة أخرى وشو أسبابها؟ أكيد هلأ إذا ما نحكي عن الرجال فينا نحكي عن البيب أش يعني التضخم بالبروستات نعم فرط نصج غضية البروستات عندك المريض أكيد فيه علامات أو عراض معينة أم تتوجه للطبيب من ديزوريا أو فريكنسي يعني نحكي عن تردد أو الشعور أنه بحاجة إلى التبويل بفترات أو أوقات زمنية أليلة عم نحكي عن الحرق البولي أو الألم البولي عم نحكي عن تردد في التبويل يعني بده وما بده أكيد يعني هم يسميهم Irritif Tract أو Obstruction Tract هون بهذه العلامات أو هذه الأعراض عند المرضى لأعماره الخمسين سنة وفوق أكيد المفروض أنه يتوجه عند الطبيب بهذه الأعراض أو هذه العلامات لتقييم حالته وتحديد أنه هل هو يعاني من التهبة البولية عادية أو أنه هي سنوية على موضوع تاني من خلال التصوير وإجراء الفحوص المخبرية ومتابعة حالته وحطه على العلاج وأكيد بيكون Under Control كل فترة وفترة هل من مخاطر لتطور الالتهابات البولية دكتور جباوي؟ مخاطر تطور طبعا إذا بنروح كتير بعيد ممكن نوصل لـ CI إذا عم نحكي عنها UTI أو عنها Systitis يعني التهاب بالمساني مزمن أو حتى التهاب بالبروستات الحاد أو المزمن فأكيد الوعي والمتابعة من خلال الطبيب شيء من وصفه دايما 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 هنا أكيد مهم موضوع اللي عم نحكي لنا من شوي قصة أنه أعطوه لكم في عنا إكسار من السوائل لأنه حتى تمنع البكتيريا واللي عم نحكي عنها الإكولاي هي أشياء بكتير ممكن تسيب الجهاز البولي التهابات البولية تمنعيكم في عندها فرصة تكون على الميكوزة طبعا المساني أو المبولي لحتى تطور حالة التهابات عند المريض طيب تشكل البحثة بالكلي دكتور يعني نتيجة شو؟ حكينا موضوع أنه نحن في عندك عدة أنواع من الستون طبعا الأشياء فيها أو الأكزالات الكالسيوم موضوع فيك تقول طبيعة الأكل أو الشرب بس ولكن فيه ذكرنا من شوي موضوع البروتين خاصة البروتين عند الرياضيين ذكرنا من شوي كمان الكافيين بكل المشربات ممكن هذا مضر؟ طبعا الأكثار منه أكيد طبيعة الحال وكثير قصص بحياتنا اليومية أنك لأ أو مشربها ولكن نحن نقدر نعمل وقاية بهذا الشيء أنه نرجع نقول كثير موانا نعم نفس العوارض عند النساء والرجال كالتهابات بولية يعني تقطيش بالبول حرقة عدم التبول عدم القدرة على التبول أكيد أكيد ولكن نتوصي كمان أنه ما يكون الواحد يعني عند الإحساس بحاجة للتبول فوراً أنه يكون هذا الشيء يصير ما يعمل حصر بول لأنه مع الوقت كمان بيؤدي إلى ضرر بالقدرة على التبول في المستقبل طيب ليه بيكون يعني بيعتمد أسلوب الأكثار من شرب المياه أو السوائل وصار عنده التبول المتكرر كيف بيقدر يفرق أنه حالة صحية ولا مش صحية لأن بينصحوا اليوم اختصاصية تغذية من لترين لتلاتة لتر ماء بنهار هذا عدعاً السوائل اللي عم تاخدها يمكن الفواكي من لا هذا الشيء أكيد بيكون يترفق مع أعراض يعني أكيد بيكون فيه عند وانفطرة حرق أبولي هي وحدة من العلامات إذا كان التطور وموضوع التهيبات صار أكثر من يكون فيه عندنا تبول دموي يعني إيماتوريا كون فيه عندنا دم بالبول مؤلم يتكون هون هذه أكثر عليه ممكن تخلي المريض مباشرة يتوجه عند الطبيب يعني هذه أكيد بيكون ترفق مع أعراض ما رح تكون بس بسبب أنه أكثر من السوائل دكتور التلقى قبل ما دخلنا على السوديو أنه مرضاك قبل شهر رمضان بأسبوع إجوا وعملوا تشيك أب وعادة يعني حسب خبرتك ومر السنوات يعني بيقطع كمان أول أسبوع أو أول عشر تيام كمان بيروحوا بيشوفوا شو بضعهم هالمتابعة كتير مهمة وهيدا الوعي كمان كتير مهم وبرافو عليهم لأنه عم بيجنبوا حالهم لمشاكل ممكن يعني بحثة بتخرب لهم يمكن مزاجهم وحياتهم ووجاهم بالتكاليف الاستشفى حاليا صح مية بالمية مية بالمية ومنعرف قده يعني مصابي يعني بأمراض الكلا شو عم بيعانوا من مشاكل صح صح طبعا أكثر مرضى خاصة بيكون عندهم تجربة وعاشوا طبعا الألم أو الكيدني ستون الألم اللي بتسببه يعتبر من أعلى درجات الألم ممكن تعرضها الإنسان عشان هيك ما بيحبوش يعيدوا هذه التجربة مرة تانية فبيكون عندهم وعي أنه ينتبهوا لحالهم يعملوا كنترول على حالهم يتوجهوا عند الطبيب يعملوا تقييم جديد لحالهم حتى كيف يتعاملوا مع أي طريق ممكن يصير معهم ونحنا بكون أكيد أعطيناهم كل شيء ومع التوصيات طبعا إذا عند الحساس بأي شيء طريق أكيد بيحكونا مباشرة طيب دكتور من اسمع أوقات حالات أنه عدوة البحصة خرجت بالبول أوقات لا بدها تفتيت يعني بيصير في عملية بالنظور بالليزر بالليزر حتى أنه تتفتت شو اللي بيخليها ما تمرق بمجرأ البول نوعية يعني هل بحصة ولا حجمة لا هو طبعا الحجم 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 لأنه أنت عم تحكي عن ألية ميكانيكية يعني عندك كلي بتفرز البول عندك إيريتار اللي هو المجرأ اللي بين الكدني والبلدر بس الدواء ما بيساعد على تفتيح المشاريع لا لا بنحكي من شان الدواء بس الستون تتحرك من الكدني بخلال هالترانسبول بيكون منتقل باتجاه البلدر الحجم كل شيء يعني تبر كرقم يعني نوعا ما سابت بتتخطى حجم الأربعة مليمتر يعني كل شيء بتخطى هذا الحجم بتسكر المجرأ بالمجرأ أكيد لأنه المجرأ بيبلش عندك أترون 12 ملي باتجاه البلدر 4 ملي فكل شيء فهوه هذا الحجم أكيد بدي عمل أوبستركشن يعمل إنسداد وبالتالي يعمل إدرونفروز تضخم بالكلية وهون هي نوبة الكلي نعم وأكيد ممكن تفق مع إيباتوريا دامبل بول نتيجة جرح المجرأ بس نكون ضمن هذه الحالة أكيد لازم نتعامل مع هذه الحالة بأول شيء أنك تفتح طريق للبول ممنوع تضل كدني فيها انسداد نسكره طبعا لأنه بيأثر على وظيفتها وبالتالي بيعمل إلتهابات بالكلية وصير وضع المريض يعني بحالي حارجي كما نقول ففي عدة أساليب حتى من هيك تتم تفتيتها بواسطة الليزر حتى تكون بهيطة الحجم أقل من الأربع مليلاب أكيد حتى تمره وأكيد مع بعض الأدوية في أدوية الألفا بلوكر منشان نرقي بيب المجرأ بعض الأدوية مثل سترات البوتاسيوم هذه الأدوية فيك تقول بتساعد لتغيير البيئة اللي بتتشكل فيها السطون يعني بتشتغل على البيئاش طبع اليورين طبع البول يعني من شخص لشخص بتختلف نوعية البحصة هذا اللي ذكرني عندك تقريبا حوالي 85% أغزلات كالسيوم وفيه تقريبا 10% يوريك أسيد السطون اللوري يعني فيها نسمي وفيه 5% أنواع كتير نادرة يعني فأكيد بأنها تكون نسبة أغزلات كالسيوم هي 85% فنحنا بصدد أكتر شيء ممكن نكون معرضين لهذا النوضوع أكيد حدا من خلال طلب تحليل مخبري إذا فيه عنده يوريك أسيد عليه بالدم لازم يتعالج مشان ما يصير يسبب لحال السطون يوريك أسيد بعدين خلينا نحكي سريعا علي أعفون خلينا نحكي سريعا عن العلاج لأن ألولي خلص وقتنا أمجرب استاج نستفيد بالوقت نحكي هيك إشارة سريعة عن العلاج كيف يكون طبعا مثل ما حكينا موضوع السطون العلاج أكيد قطع عند الطبيب وهو بيحدد مسار لعلاج سواء بالدواء أو إذا بيحاجي لعمل جراحي بالتنظير أو عن طريق بالليزر من قارج جاسمي SWL بالنسبة للتيابات البولية البقائية مثل ما حكينا بشكل أساسي التحليل المخبري مع اليورين مع الكالتشر يعني زرع البول بيحدد البكتيريا اللينا نحالي قدامها بنعطى الانتبيوتيك أو النضغط الحيوي اللي بتساعد على هذه البكتيريا بس الجسم هو يعني معرض أن يرجع يفرز عن جديد بحث حتى لو أزيلك أكيد ممكن المريض خلال السنة بالنسبة 60 إلى 70% ممكن يجعي عمل استمرارتين إذا ما عمل المريض لحاله ويقاية أكيد حدا منتبه لحاله يكون بعيد عن بيزمط فالوقاية كتير مهمة واستشارة الطبيب عند أي إشارة معين خاصة بالبروستات يعني صرأوا ذكرتون أعراض البروستات لا يجنبوا حال مخاطر وكتير نقطة مهمة خاصة عند الكيدني ستون أو الرينالكوليك نسميها نوبة الكلي ضرورية أول شيء توجه عن الطبيب لأنه مرات إذا كان في عنا ستون عملي أبستركشن عملي إنسيداد ممكن تعرف بيكتر مرات الأطباء حوالي وريد كتر ماي فهون الإكتصار منشرب السوائل هن سيزيد الواجع لأنه أنت عم تحكي يعطي صحيح التصوير هن مهم في حال أنه كانت ميكرو الاتياز سأحكي عن حالة كتر مل بسيطة أكيد بكتر ماي ولكن ستون عملي إنسيداد هن مفروض أنه نتعامل معه بشكل ضرور دكتور جباوي أهلا وسهلا فيك لأول مرة ضيفنا بيوم جديد نرجع من إليك رمضان كريم إليك ورعي تكولك كل مرضاك إن شاء الله يكونوا يتبعوكم واستفيدوا من كل المعلومات التي أعطيتنا إياها أهلا وسهلا فيك مشاهدينا مروح إلى فاصل إعلينا من بعد باسكال بيطلع لكم بلقاء جديد ترجمة نانسي قنقر